نعود مشاهدين إلى موضوع قروقات النظام السوري للهدن في سوريا لينضم إلينا مجددا عبر الأقمار الصناعية الدكتور يحيى العريضي مستشار في الهيئة العليا للمفاوضات من إسطنبول دكتور أحييك من جديد إذن كنت قد سألتك بعد نصف ساعة من سريان الهدنة النظام السوري يخرق الهدنة كعادته السؤال هنا إذا كان النظام غير ملتزم كعادته كيف لروسيا أن تضمن الاتفاقيات مع المعارضة؟ السؤال حقيقة برسم موسكو موسكو هي المسؤولة عن النظام هي التي قالت وفعليا هي المسؤولة عن استمراره المسؤولون عن روس أكثر من مرة قالوا بأنه لو لا روسيا لكان النظام قد سقط وشأنهم شأن كثيرين يقولون أنه لو لاهم لكان النظام قد سقط الآن الكرة في ملعب موسكو لتتصرف والنظام ليس وحيدا بخرق هذه الهدن لأن له مصلحة مهمة جدا في استمرار ذلك التوتر لأنه يعيش عليه الجهة الأخرى التي لها مصلحة في خرق هذه المناطق أو تخفيض التوتر أو مناطق التهدئة خرق هذه الهدن إيران لسبب أساسي هو أن إيران لم يكتمل مشروعها بعد وتعرف تماما أنها حيدت من تلك الاتفاقات التي حدثت في الجنوب وفي ريف الحمصي وفي الغوطة إلى آخره مسعى أساسي لتحييد إيران وليس لها مصلحة بذلك فعليها أن تخترق وتخرق كل هذه الهدن التي تتم وإذن المسألة برسم موسكو بين يديها فهي إما أن تتصرف استراتيجيا تجاه هذا الموضوع أو تستمر بتكتيكاتها لأنها تعرف تماما أنها وصلت الآن موسكو وصلت الآن إلى حالة من التخبط الفعلي فهي في سوريا لا تعرف من ترضي هل ترضي الولايات المتحدة التي تطلب منها وتقول لها بأنها فشلت بمقاررة ملف السوري هل ترضي إسرائيل؟ هل ترضي إيران؟ التي أيضا تتزهى من نظام هناك تسريبات بأن روسيا تسعى إلى تثبيت خمس مناطق لخفض التصعيد كيف لها أن تقترح ذلك؟ والنظام السوري لم يلتزم لا في ريف حمص ولا في ريف دمشق؟ السؤال مرة أخرى يجب أن يواجه لها وهي نحن نعرف تماما بأن النظام لا يستطيع أن يتصرف بأي شيء بمسافة متر واحد دون الموافقة الروسية إما أن تكون موسكو موافقة على هذا التصرف أو حقيقة تكون عاجزة عن معالجة أي مسألة أو أي خرق يقوم به النظام أو إيران وأعتقد بأن يعود كل ذلك إذا فكرنا بشكل معمق بأن روسيا حتى الآن تقارب الأمور بشكل تكتيكي وليس على الصعيد الاستراتيجي تريد أن كما يقال بالإنجليزية أن تشتي وتصيف على سطح واحد أن تأكل فطيرة وتحتفظ بها أن تنجز ما أنجزته وأن تبقي على هذا النظام المجرم الذي لا تتمكن أطلاقا من إبقائه هي تسعى لإجراء هذه النقاط تهدية إلى آخره لكف البلاء عن نفسها فهي تعرف تماما أن شريكة بالأعماق بجرائم التي ارتكبت وصحيح أنها حالت دون تجريم النظام في مجلس الأمن من خلال استخدامها للفيديو أكثر من سبع مرات إلا أنها ستأتي اللحظة التي يقال لها أنت شريكة في تلك الجراء بخصوص اجتماع يوم غد في العاصمة السعودية الرياضة بينكم ومنصة القاهرة وموسكو ما المتوقع من هذا الاجتماع؟ الاجتماع هو استمرارية إلى مناقشات تمت في جينيف ستة وجينيف سبعة بين جهات مختلفة بين الهيئة العلية للمفاوضات وبين ملصتي القاهرة وموسكو الأمور بالنسبة للقاهرة قريبة جدا أما بالنسبة لمنصة موسكو أعتقد أنها بعيدة ولهذا السبب قالت بداية بأنها تريد أن تجتمع في جينيف ثم قالت من حيث المبدأ نوافق لكن هناك شروط الأحد الشروط ربما تكون الإبقاء على منظومة الأسد قائمة إذا كان هذا هو الوضع فلتصطف في جانب النظام الأمور بين الجهتين المنصات القاهرة وموسكو والهيئة العلية للمفاوضات قريبة وخاصة إذا كان هناك التزام بالرؤية السياسية الأساسية التي لا تستطيع أن تتنازل إطلاقا عن متطلبات شعب سوريا لأهداف الأساسية للثورة التي لا يحق لأحد ولا يستطيع أحد أن يتنازل عنها شكرا جزيلا لك حدثنا عبر الأقمار الصناعية الدكتور يحيى العريضي مستشار في الهيئة العلية للمفاوضات من اسطنبول